رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لجلسات الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصلك ضيبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح الدالي رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة على التكريم الأممي لجلالتي من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لونيدو أرفانا بالدور العالمي لجلالتي في تكريس نجاح النموذج البحريني عالميا في ريادة الأعمال وتمكين المرء اقتصاديا مؤكدا أنه تكريم عالمي مستحق للعاهل المفدة على إنجازات أضاء جلالته بها الطريق للعمل التنموي في مجال ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب في نطاق إقليميا ودولي بعدها اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر المجلس أو أطلع على نتائج لقاء سموه مع خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود أهل المملكة العربية السعودية والذي تمحور حول استعراض العلاقات الثنائية الأخوية وأفاق التعاون بين البلدين الشقيقين ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل التعامل معها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة مؤكدا سموه بأنها زيارة ناجحة ميزها حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة من خلال خادم الحرمين الشريفين مشهيدا سموه في هذا الصدد بالعلاقات الأخوية المتميزة مع المملكة العربية السعودية معربا سموه عن حرس البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر سير العمل بالمشاريع الإسكانية مستعرضا سموه الجهود المبذولة لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار للمواطنين وتوزيع الوحدات الإسكانية بشكل عادل على المستفدين في القرى والمدن المختلفة وأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى عام 2002 في موعد أقصى 2016 موجيا سموه ضمن هذا السياق وزارة الإسكان بزيادة حصة أهل عالي من مشروع الرمل وحصة أهل أهالي دمستان من مشروع اللوزي واتخاذ ما يلزم بشأن ذلك ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالزراعة وتطوير السياسة الزراعية والنهوض بالتصنيع الغذائي وتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية البحرينية والترويج لها خاصة التمور بما يفضي إلى رفع القيمة المضافة من هذه المحاصيل والمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعات التحولية التي تعتمد على المنتجات الزراعية وكلف سموه اللجنة الوزرية للإعمار والبنية التحتية بدراسة ذلك وبمناسبة يوم المرأة البحرينية فقد أشاد مجلس الوزراء بالمنجزات التي حققتها المرأة البحرينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبإسهماتها المقدرة في خدمة مجتمعها وبلدها ونهوها المجلس بالدور المشكور الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة ودعمها لأداء دورها وإدماج جهودها في برامج التنمية بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان إلى النظر في الأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار والوقوف على مسبباتها واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرارها وأن تكون على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بسبب الأمطار بعدها حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تطوير معرض الجواهر العربية إعدادا وتحضيرا يتناسب مع ما يحضى به من رعاية كريمة ومشاركة عالمية واسعة منذ انطلاقته بشكل دوري ومنتظم قبل 25 عاما وأن تكون الأجهزة المعنية في مستوى الاستعداد الذي يتناسب مع أهمية هذا المعرض تجاريا وسياحيا بما يكرس صناعة المعرض والمؤتمرات في مملكة البحرين وترسيخ مكانتها عالميا في هذا الصدد فقد أطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس على ملاحظاته حول معرض الجواهر العربية 2016 والذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لسموه مؤخرا أولا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة إلى السلطة التشريعية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية ثانيا وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة البحرين للثقافة والأثار وذلك باستحداث منصب مدير عام للأثار ومدير عام للثقافة والفنون يتبع كل منهما ثلاث إدارات وإلغاء منصب الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ثالثا وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزرية لشؤون المالية وضبط الانفاق بشأن تعديل الرسوم الواجب تحصيلها تبقى للقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن مزاولة المهن الهندسية وإصدار القرارات الوزرية اللازمة لذلك والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة رابعا طلع مجلس الوزراء على قاعدة البيانات الشاملة لما مجموعه 143 من مجالس الأمناء ومجالس الإدارات، إدارات الشركات والهيئة والمؤسسات العامة واللجان المتخصصة تضم 1355 عضوا وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وقد أخذ المجلس علما بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان توفيق أوضاع هذه المجالس واللجان خلال المدد المحددة لها بموجب الأدوات القانونية والمنشأة لها وبالإجراءات التي ستتم لربطها إلكترونيا بالجهة ذات العلاقة لضمان تصحيح أوضاع هذه المجالس واللجان قبل انتهاء مددها القانونية ومتبعة أدائها لمهامها التي أنشئت من أجلها خامسا وافق مجلس الوزراء على إلغاء الصفوف الخشبية الكبائن بمدرسة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة للبنين ومدرسة البديع الاعدادية للبنين وإقامة مباني أكاديمية محلها وإدراج ذلك ضمن مشاريع وزارة التربية والتعليم بما ينسجم مع الاقتراح برغبة والمرفوع لهذا الشأن من مجلس النواب